رغم ما يجري من توسيع لنطاق الحرب بعد السابع من أكتوبر ورغم مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة وجنوب لبنان مؤخرا أصبح من الواضح قراءة وجهة النظر الخاصة بالرعاة الكبار لمحور المقاومة واللي تتمثل هذه القراءة ببراغماتية على مستوى أعلى من وكلائها لكن بالمقابل اللاحظ أكو ركض سريع نحو التصعيد من قبل الوكلاء نفسهم وما نعرف هل هو مجرد إعلام أم استعداد حقيقي للنزول إلى ميدان الحرب خصوصا بعد تخاذل أغلب العرب والدول الإسلامية عودة عما نقصد بالركض المتواصل نحو التصعيد هو ما يصدر من جهات عراقية فاعلة جهات قرأت بيان مكتب المرجعي الأخير بطريقتها الخاصة وأوصلت من خلال رسالة مفادها أن المحور في العراق مستعد للوقوف مع لبنان بكافة الوسائل وهذا كان واضح من خلال خطاب لزعيم ائتلاف دولة القانون نور المالك داعيا المنظمات والقوى السياسية لإسناد المقاومة ودعمها بكل الأشكال هذه القراءات اللي بيان مكتب المرجعية توسعت أكثر وبدت تاخذ صدى أبعد من الدعم المعنوي والإنساني لجنوب لبنان وهذا ممكن يوضح أكثر أحد ضيوفنا بحلقة اليوم اللي يبدو متأكدا من أن المرجعية تدعو للنظال المسلح ضد الكيان شلون قراها؟ من أي زاوية؟ هو رح يجاوبنا إذا نرجع للوراء قليلاً رح نتذكر ما قال زعيم عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعل بأنه في حال توسع الصراع واجتاح لبنان براً من قبل إسرائيل فإن التواجد تواجد فصائل المقاومة العراقية سيكون حاضرة يضاف إلى ذلك استعداد أطراف أخرى من باب أن هذه الحرب أخلاقية ووجودية إما أن نكون أو لا نكون خصوصاً لما تقترب المثرمة على التعبير القياد في كتائب سيد الشهداء عباس الزيدي أما رئيس هيئة الحجد الشعبي فالح الفياض فالرجل أعلن عن استعداد مختلف من المسامدة ويبدو أنه لا يرى في التصعيد حلاً واقعياً الفياض يعرف إمكانيات المقاومة العراقية الحقيقية وأن أي تصعيد يبدر منه شخصياً يعرف أنه سيكون مبرراً إسرائيلياً لاستهداف الحجد الشعبي أو قياداته في العراق لهذا نأى الرجل بنفسه عن انفعالات المحور رغم أنه جزء تضامني رئيسي من هالمحور لكن اكتفى بإبداء المساعدة الممكنة على الصعيد الإغاثي والطبي والإنساني يعني لهالحد وبس هالقراءة الواقعية للفياض وللحكومة وحتى المرجعية تشبه إلى حد ما القراءة الواقعية لإيران كدولة نفسها اللي من المستحيل أن تدخل للحرب بصورة مباشرة وبالأخص مؤخرة حينما أبدت رغبتها بالصداقة الأمريكية وهذا كان واضح على لسان الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان نفسه بازشكيان اللي تبرأ الاثنين الماضي من تصرفات الحوثيين باليمن حينما قال في نيويورك إن الحوثيين لا يستمعون إلى أوامر الحكومة الإيرانية ونحن ما نشغل بهم بالتالي ونحن نتوجس المفرمة نسأل هل الفصائل تحضر لمفاجآت لوجود الأمريكي في البلاد بعدما قالته أنها قصفت الجولان بالمسيرات أول أمس هل يستعد الشيخ الخزعلي مثلاً لمساندة الجنوب اللبناني بالعدة والعدد كما توعد بالتالي هل فعلاً علينا أن نخشى على نفطنا وموانئنا ومؤسساتنا من القصف القصف اللي سبق لإسرائيل تنفيذ على العراق سنة واحد وثمانين والقصف الأمريكي بالواحد وتسعين حينما تحولت مصانع نفط ووحدات توليد طاقة ومشاريع مياه ومجاري وتصنيع تحولت إلى أنقاض هل من المنطق أن نكرر مغامرات صدام ونستعد لحملات حصار جديدة لهذه المعركة تختلف تختلف عن معارك فوت بيها وعزل مخليها لكن بنفس الوقت إذا صاعدت الأمور أكثر في الشرق الأوسط من يقف لهذا الشرق خصوصاً الشرق الصديق للمحور ومضمن العراق إذا العالم على رأس أمريكا يدعم الكيان بكل جنون ساعتها من سيقف معنا؟ من سيقف للقضية بعد زوال جيل سرديات النضال النضال ضد الاستكبار والاستعمار والاحتلال اللي حمل لواء اليسار العربي والتوجهات الناصرية والقومية والإسلامية والمسيحية السابقة هل يخلف المحور تلك الأجيال الثورية ويقطع الطريق على قطار التطبيع؟